السلام عليكم كلامنا النهاردة عن اندريا بيرلو المصري واسم اللاعب هو مكاريكيس محترف من اصول مصرية في المانيا اللاعب موليد الفين وبيلعب حاليا في ناد كبير في الدار الالماني وهو بورس دورة موند الالماني تحت 23 سنة ولاعب ايضا في فرق بيرل فاركوزن ولاعب ايضا في فريق بريتش جلات بخ وفريق بونار اصول اللاعب المصرية ترجع لعائلة والدو اللاعب مسل منتخب لاتيفيا بخمس مباريات دولية المكاريكيس صاحب الرئيات التلاتة يتمتع بالياقة بدنية عالية جدا وفي الملعب مميزاته كتير جدا يعني مثلا بيعرف يروغ وهو بيعمل لسبرين وبيجيدي التمرير بشكل متكن جدا جدا لما بينزل في مركز 6 او 8 يقدر يطلع الكرة بشكل مميز في زل اننا عندنا عجز جدا في المركز ده في مصر ومركز 8 بالتحديد مفيش غير 3 او 4 لعبين والدائرة بتدور عليهم هم بس والمركز ده بيساعد كروش في طريقة لعبه بطريقة كبيرة جدا واللعبين المتوفرين حاليا قليلين جدا مش فنيا لكن في عددهم يعني المتوفر حاليا السولية والزيزو ومهانة لاشينو ومم عشور فقط فمكاريكيس هيبقى اضافة كبيرة جدا في المركز ده مكاريكيس كمان بيقدر يلعب كمان في المركز رقم 10 وخبرته في المركز ده بتخليه يتحرك لقدام ويوصل الكرة المنطية الجزاء المنافس بشكل متكن جدا اتمنى نشوف اللاعب في منتخب مصر في اسرع وقت وعلى طريقة محمد زيدان بريل مكاريكيس لاعب دورتوموند جاهز لمواجهة مصر والسنغال في الجورة الاخيرة المؤهرة لكأس العالم اخيرا اتكلمنا كلام بسيط عن اللاعب واتمنى نضم المنتخب مصر ونشوف على الارض الواقع وبعد كده نحكم عليه اولا واخيرا ما تنساش نصلى عن النبي ويا ريت ما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وتفعل زر الجرس بتأدير اللي مجهودنا وكان معكم طفان اهلاوي سلام